تخيل أن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الرشدين واللي كان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام إمام الزاهدين ما بيحبش الفقر وقال مقولته الشهيرة جداً لو كان الفقر رجلاً لقتلته والحقيقة أنا عازق طبس هذه المقولة من سيدنا الإمام علي وأضيف عليها لو كان العجز رجلاً لقتلته لأن أحياناً الإنسان مننا بيكون قادر أنه هو يكفي بيته وربنا سطرها معا بالمعنى البلد يعني لكن بيتعرض إلى موقف هذا الموقف يجعله عاجزاً أنه هو يحقق طموحات أحد أبنائه أو أنه هو يجد علاج لأحد أبنائه إذا تعرض إلى حادث لقدر الله وده اللي حصل بيلجأ فعلاً أنه هو يقوم ببيع أي شيء بيملكه من أجل أنه هو يعيد البسمة والحياة إلى أحد أبنائه وده اللي عمله عم حسين مع بنته السناء مشاهدين الكرام أهلاً بكم في حلقة جديدة من مرنامجنا نقطة نظام النهاردة إحنا معانا حالة حالة حزن بجد لفتاة في ريعان شبابها عروسة اسمها سناء حسن ردوان من قرية أبو متنة مركز ديار بنجم محافظة الشرقية نتيجة واحد ما عندهوش ضمير ضربها وجري أصبحت قاعدة طريحة الفراش لسنوات عديدة بقالها تسع سنوات قاعدة طريحة الفراش مش لقيلها أي علاج والدها لجئ وعمل عمليات كتير ولكن لم يقلل لها النجاح تخيل أن أب وأم مش نفسهم يفرحوا ببنتهم زي كل الناس أو أن هي تحقق مستقبلها أو يكون لها شأن كبير تخيل أن أب وأم نفسهم بس أن هما يشوفوا بنتهم بتمشي زي الأول ولكن قيلة الحيلة جعلتهم عاجزين أن هما يحققوا أو يشوفوا الحلم ده والحقيقة أنا عايز أتكلم هنا بالتحديدا إن إحنا في دولة مؤسسات ودولة بجد القيادة السياسية بزلت مجهودا كبيرا وضعت مجهودا كبيرا من أجل تغيير الوضع الصحي في مصر وده شفناه في العديد من المبادرات الرئاسية اللي طرحت في هذا الإطار أيضا الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا الرئيس عبدالفتاح السيسي شكل أمر بتشكيل لجنة استغاثة طبية برئاسة مجلس الوزراء لمتابعة ورصد ما يبس عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إن هو يتم رصد هذه الحالات وتوفير الرعاية الصحية لها وأيضا إن الناس اللي عجزة مش قادرة تتعالج يتم علاجها على نفقة الدولة والحقيقة أنا عايز أتكلم إن الدولة بتساعد المواطنين في هذا الأمر وإن لو تبعنا التقارير اللي بتصدر من لجنة الإغاثة بمجلس الوزراء هنجد مثلا أنا هتكلم عن التقارير الأخير اللي صادر من مجلس الوزراء في شهر أغسطس مجلس الوزراء بيجتمع بهذه اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة ما يتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستجابة لحالات الاستغاثات التقارير رصد إن تم الاستجابة لـ 364 استغاثة خلال شهر أغسطس وده من ضمنها عمليات جراحية زي زراعة النقاع وجراحات العزام والعمود الفقري وده نفس مشكلة سناء بالزبط إحنا بصراحة حبينا نعمل تقارير مع سناء وكلمنا وتواصلنا مع أهل سناء لكن للأسف هي بتمر بظروف نفسية وأنا بصراحة مقضة ظروفها يعني ربنا معاها وربنا يكرمها إن شاء الله ويتمم لها العلاج إن شاء الله وترجع زي الأول وحسن فاكتفينا إن إحنا نعرض مشكلتها لإن هم طالبوا إن هم بيستغيثوا بالمسؤولين بالدولة إحنا المفروض يبقى معنا اتصال هاتفي مع والد سناء عشان يتكلم ويحكي لنا قصة سناء وإيه الإجراءات اللي هو عملها بس قبل ما نتكلم معاه ويحكي لنا أنا الحقيقة عايزة أتكلم في نقطة مهمة جدا إيه هي؟ إحنا مش كل حاجة نرميها على عطق الدولة لازم يكون فيه دور مجتمع لازم يكون فيه دور مجتمع المفروض في مثل هذه المواقف إن إحنا بنساعد بعض بنقف جنب بعض مش نقف متفرجين وكل واحد ولا كنه شاف حاجة ولا كنه سمع أي حاجة أيضا يعني إحنا بمارك طب أنا أخد عم حسن والد الأستاذ سناء ليتكلم معنا إزاك عم حسن؟ إزاك اسم محمد إه لن بحضرتك قد قد أز أولا عم حسن عايزة أسأل حضرتك عايزين نعرف منك تفاصيل قصة سناء وإيه أخلة التطورات فيها والله إيه حضرتك سناء من 2011 وإحنا في عذاب ومشاقة وكل حضرتك تشوفه تقوله آه يعني عشر سنين النهاردة وفضل الله شاء الله على ما تتم العشر سنين وهي نايمة في الفراش في السنين ما بتتحركش واتجعنا الجميع الجهاد آه طرفت كل ما أملك طبعا طب دكاترة شخصوا الحالة إيه عم حسن؟ شخصوا الحالة إنها تتعالج بره خلايا جزعية دي بره آه بس إحنا عندنا بس مصر فيها علاج للخلايا الجزعية حاولت عملت حاجن ما نفعش آه بـ 250 ألف ما نفعش آه طب حضرتك هل لجأت هل تقدمت بشكوى واستغاسة لمجلس الوزراء لأن إحنا عندنا دور كبير جدا بيقوب بيقوب بقى مجلس الوزراء الوزراء في رصد الاستغاسات وبيلبي طلباتها من 2017 يا سيد محمد لحد النهاردة أنا بشتكي يعني يمكن من سبقه من 2015 آه جينا في 2017 أنا نشدت كل الدينية كلها آه بايد اللي صنوات مره والدينية كلها محد يستمعني محدش تجاب لي حتى النواب اللي عندي محدش تجاب لي المقدم النهاردة طب لسه مقدم من النواع من الغور معلش عم حسن معلش عم حسن سؤال بس صدر هل حضرتك تقدمت بشكوى رسمية عبر الموقع الرسمي للشكاوى لخدت رقم ولا المحاولات تمت ازاي لا لسه لخدت شكاوى يبقى عم حسن لازم الأول بتلجأ للجنة الشكاوى عن طريق الموقع الإلكتروني وبتقدم وبتاخد رقب بناء على كده بيتم البدت في الحالة ماشي يا سيد محمد حالك طب احنا هدفنا ان احنا نساعد حضرتك وهدفنا ان احنا ان شاء الله سناء ترجع تاني وتمشي على رجليها وتكون أحسن من الأول ياريت رب اتمنى من الله والله يا سيد محمد ياريت والله السؤال الاخير لحضرتك فضل ايه اللي حضرتك بتطلوبه دلوقتي انا بطلب من جميع المسؤولين اللي في الدولة ان هم يبصوا لسناء اذا بنتهم زي عندهم بنت يحتبر سناء بنته يحتبر سناء دي بنته ريس يحتبر سناء دي بنته من بناته يحتبر ناصر كل الهاتف يحتبر سناء بنتهم نفسي نفسي والله العظيم نفسي رجال الأعمال المقترمين يبصوا لسناء طب حضرتك هل توصلت مع احد اعضاء نواب بمجلس الشعب في دائرة ديار بنجم بالتحديد وخاصة يعني احنا عندنا اعضاء نواب يعني نعم توصلت معاهم توصلت معاهم ولسا واخدين من الورج من اسبوع من اسبوع من اسبوع الوعود الانتخابية المعروفة يعني بالضبط كده والله اعلم ايه اللي تم فيه هو بطر عز الباجي خد ابني وراح الوزارة وزارة الصحة وخاوة هناك وتاب الورج هناك الله اعلم ايه اللي تم فيه اما النائب طلعت السويدي النائب بتاع المدير بتاعه المدير المكتبه خد الورج مني من اسبوع طب انا عايزي عام حسن بس انا لما توصلت مع حضرتك لصد ردوان ابن حضرتك قال لي ان سناء في حالة نفسية سيئة هل مازلت في هذه الحالة حتى الان ولا الحمد لله تحسنت لا الحمد لله تمام الحمد لله تمام يا عم حسن احنا يعني ان شاء الله هنوصل صوت حضرتك وباذن الله يعني نتمنى ان شاء الله الرسالة هتوصل للمسئولين والمسئولين احنا الدولة بتكون بدور كبير جدا في رصد الاستغاثات اللي بتقدم بها اي مواطن لو حضرك متابع التقرير يا عم حسن هتلاقي ان اصلا فيه لجنة اسمها لجنة الاستغاثات الطبية بتوجهات من الرئيس عبتاح السيسي لرصد جميع الاستغاثات بمصر لتوفير الرعاية الطبية والعلاج لغير القادرين كمان يعني الدولة بتكون بدور كبير جدا في هذا الامر شكرا لعمر ثم الرئيس بس يسمع صوتي بس يسمع صوتي ان شاء الله بإذن الله هنوصل صوت حضرتك للمسئولين بالدولة وانا بشكرك عم حسن وان شاء الله عن قريب هتسمع اخبار تفرح حضرتك جدا وان شاء الله هتشوف بنتك بتمشي تاني يعني انا مش عارف اقول ايه لما احنا عندنا السادة المحترمين الموقرين اعضاء مجلس النواب لما يكون بقالهم خمس سنين والحالة موجودة من تسع سنوات ودخل على العشر سنوات هم مش قادرين يحلوا مشكلة لفتاة يعني انا مش عارف اقول ايه الناس خطباتهم كتير تمام الناس خطباتهم كتير ولكن غير استجابة وبصراحة انا كنت عايز اتكلم في هذا الامر بالتحديدا من اجل ان احنا نوصل صوت سناء ومن اجل ان هي دي استغاثة عجلة استغاثة عجلة بالمسؤولين بالدولة وانا يعني ان شاء الله عندي يقين تام ان الدولة هتستجيب لها الاستغاثة لان احنا عندنا رئيس اب وانسان بجد وبيكبر بخاطر المواطنين وده كان معنا النهاردة في هذه الفقرة الاولى اللي كنت حابب اتحدث عنها ومعنا في الفقرة التانية ان شاء الله يضم لنا الاستاذ محمد سليمان جاد المرشح لمنصب النقيب محامي جنوب القاهرة والاستاذ اسامة ماهر المحامي بالاستهناف العام انتظرونا بعد قليل اهلا بكم من جديد ورجعنا لكم تاني وفي هذه الفقرة هنناقش موضوعات مهمة جدا بتهم نقابة المحامين وما يدور داخل اروقة نقابة المحامين والمشاكل التي تواجه شباب المحامين وخاصة ان نقابة المحامين بتعد هي ضمير المجتمع المصري ومن اكبر النقابات المهنية في مصر واكثر تأثيرا كمان لانها بتضم ما يقرب من 400 ألف محامي واحنا هنحب نسلط في هذه الحلقة بالتحديد على الازمة الاخيرة او الاضجة اللي حصلت خلال الفترة الاخيرة وهي قانون ضريبة القيمة المضافة واللنهاردة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ناشد فيها وزير المالية بعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين واحنا بلسان كل محامين مصر بنشكر الدولة على استجابة مطالب المحامين في عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخاصة احنا في برنامجنا هذا كنا تحدثنا في هذا الامر من قبل وناشدنا فيه الدولة ان هي تستجيب لمطالب المحامين وده بيؤكد ان الدولة بتستمع دائما الى صوت العقل هنناقش هذه الموضوعات وتحديدا قانون ضريبة القيمة المضافة مع ضيوفنا المشرفيننا النهاردة سيادة المستشار محمد سليمان جاد المرشح لمنصب نقيب محامي جنوب القائرة اهلا بحضرك يا فنة مشرفتنا ونورتنا الاستاذ أسامة مهر المحامي بالاستناف العالي اهلا بحضرك سيادة المستشار عايز ابدأ مع حضرتك في البداية شايف حضرك القرار اللي طلع نهاردة من رئاسة مجلس الوزراء بشرة خير لجميع المحامين وخاصة ان هو فوت الفرصة على من يستغلون هذين المواقف من اجل اصارة الفوضى انا بداية بشكر برنامج وبشكر حضرتك في تبنيك للقضية هامة وشائكة وهي قضية الضريبة المضافة لان قتلهم ولكن قبل التحدث انا بوجه لشعبنا المصري تعازينا وتعازي نقابة المحامين في الحادث الاليم اللي حادث اليوم ربنا يتقبل في منطقة سيجنتورة واستشهد فيها عقيد ورائد وفرض شرطة وهو ان شاء الله طم تكليف النائب العام بالبحث وان شاء الله تبقى الحادث جنائي وليس ليه ميول او ابعد ان شاء الله ربنا يتقبل ربنا يتقبلهم من شهاداء بإذن الله وانا لله وانا الهي ربنا طبعا انا حضرتك برضو كما تقدمت في موضوع القيادة وان هي سمعت لاستغاستنا في الحلقات السابقة فطبعا لو تتبعنا فقامة الرئيس عفتاح السيسي فهو رئيس عصري ليه صفحة على فيسبوك وليه تويتر وليه بيخاطب الناس وبيستمعهم فدي طبعا حاجة جميلة ان هو برضو قارق جيد لاحداث في الدولة المصرية ومهتم بكل صغيرة وكبيرة وعلى الفور بيوجه رئيسة الوزراء بالتعامل مع الموقف ويشوف الشارع عاوز ايه وفي نفس الوقت برضو كانت الرسالة دي واضحة في موضوع قانون التصالح اللي هو برضو سمع لاستغاست الشعب فانا بشكر القيادة السياسية وبشكر رئيسة مجلس الوزراء وعلى ان هو بيستمع لنبض الامة المصرية وهي نقابة المحامين نقابة المحامين منذ انشئاتها 1912 حتى وقتنا هذا لا ينكر دورها الوطني وتصديها لكل المحاولات العابسين بالامن الوطني المصري وظهر جليا طبعا في الفترة الاخيرة باحداث 2011 حتى تاريخه وتصدر نقابة المحامين نقيبا وجماعية عمومية للمشهد ووقفهم مع الدولة المصرية في المحاولات التي كانت من شأنها العبس بالمقدرات الامن القاوم المصري وكنا في الصورة في 36 وقفنا خلف قيادتنا والحمد لله قمنا بدورنا الوطني والحمد لله وقفنا مع الدولة الناجية في منطقة الشرق الاوسط في المشروع الربيع العربي فطبعا ده الدور الوطني نقابة المحامين ونقابة المحامين مش بعيدة عن المجتمع بل بالعكس ده هي دورها مساعدات قضائية للمواطن المصري فطبعا المشرع المصري حين اصدر قانون الدريبة المضافة عامل المحامين على انهم بيقدوا سلعة وهو المحامين بتأدي رسالة في فرق ما بين هذا وزي فالقانون صدر فاحنا رجال قانون سلكنا الطريق القانوني ويطعنا على القانون بعدم الدستورية ويطعنا ما زال امام المحكمة الدستورية ففي بروتوكول وقع في ظل مجلس النقابة السابق ما بين وزير المالية وما بين نقابة المحامين ان ندفع ضريبة مقطوعة وكانت الموضوع مقبول لان احنا لعمرنا ما هنتخلى عن الدور الوطني طالما الدولة فرأت ان احنا بيتفرد علينا ضريبة احنا خاضعين اساسا لضريبة الارباح المهنة الحرة وبندفع ضراب وملتزمين زي انا زي اي مواطن عايش على الارض المصرية ولكن فجأنا ان احنا ضمونا في قانون الدريبة المضافة اللي هو الجزء التاني من قانون المبيعات ضريبة المبيعات ولكن بتعديل مسمى فاحنا ما بنقديش سلعة احنا بنقدي رسالة وبنقدي استغاثة لكل المظلومين في المجتمع وكل اصحاب الحقوق الضائع فانا النهاردة غير ما اقبول ان انا اقعد النهاردة فيه في السين من في منطقتي بيستغيث بي اقول له موضوع فاتورة وتلعها على بيانه وكلام فغير لائق فاحنا النهاردة المشرع اخطأ واحنا بنطعنا على خطأ ده امام المحكمة لجاتوا للاسلوب القانون لكن نهاردة انا طبعا احنا في دولة دولة مؤسسات وبننتقد وزير الممالية وبنوجه له عتابه لهم على اختياره الوقت غير مناسب ان انت تيجي تعمل صدام مع نقابة المعاملة ومش عاوزين حد يستغل لهذه الفرصة تمام فكنا بنعبر عن طريق الاستغاثة بالطرق المشروع للسيد رئيس الجمهورية السيد رئيس الجمهورية لبه نداء ونخفف من وطقة البروتوكول في انه قال ان احنا هندفع القيمة يعني مقطوعة ولكن المشكلة انه هو برضو وضع ان انا ملتزم بالتسجيل وان انا اعمل اقرارات انا حاليا ما بتعامل مع الدولة ما بحكمش الخصوم في مكتبي لأ عن طريق محكمة فانا بروح النهار دا لانا هقدر ارفع قضية من غير ما سدد رسمها وضربتها في المحكمة فانا محصور ضربية فاحكاية ان انت تسجلني وتقول لي اكتب اقراراتك فانا شاف ان دي فيها اهانة لنا وغير ما بقولها تمام عايز اخو تعقب حضرتك يا سيد اسامة في هذا الامر يعني سيد محمد تحدث ان اهانة للمقبولة المحمين كنت عايز اخذ تعقب حضرتك عن الدور اللي قام به نقيب المحامين الاستاذ رجاء عطية وخاصة ان هو بس انبارح فيديو لمدة 30 دقيقة اتحدث فيه عن دور اللي قام به من اجل ان يتم صدوره النهار دا قرام المجلس الوزراء هو نقيب رجاء عطية طبعا اتكلم كلام كواس جدا وعبر وبين موضوع القانون القيمة المضافة فطبعا احنا بنوصل برضو صوتنا ان حضرتك احنا مش دكان سوبر ماركت ولا بقالة ولا محلات ملابس بتبيع ملابس والكلام دا احنا ساعة تجدير سالة بنقدمها بمساعدة لشخص ما من المواطنين بيتقدم لنا وبيستغذ بينا فاحنا طبعا بنتقدم بنشتغل معا ممكن انزل بالنهار ممكن انزل بالليل مع الشخص استجابت بشكل سريع ورئيس مجلس الوزراء استجاب بشكل سريع والطلب اللي قدمه النقيب طبعا نقيب النقابة العامة رجاء عطية قدم طلب لرئيس مجلس الوزراء وطبعا استجاب بسرعة جدا للطلب دا دا يؤكد ان الدولة المصرية دا تستمع لسلط العقل وبتقدر المحامين استجابت لنقابة المحامين واستجابت لطلب النقابة العامة لنقابة المحامين طب انبارح استاذ رجعت ايه تحدث ان عن كذا حاجة بخصوص ان هناك من يريد اشعال الفوضى او الفتنة عن طريق هذا الامر هل تتفق معك في العالو ولا لا طبعا لا هو في الفترة اللي احنا فيها ديت فترة طبعا خاصة ان احنا فترة مع الدولة وخاصة الوقت لا يسمح في هذا التوقيت فعلا في إصارة الفنة فعلا لك لازم نخاطب بالعقل لازم نخاطب بالقانون طبعا بالقانون احنا بنخاطب وزي ما قال المستشار محمد سليمان ان احنا سلكنا الطريق اللي رسموا لينا القانون بان احنا رفعنا دعوة عدم دستورية طبعا فساعتك لسه برضو لسه القضاء في المحكمة دستورية العليا لسه هيبقى فيه صدور قرار لها ومبدئيا الطلب اللي قدمه النقيب طبعا لرئيس مجلس الوزراء بنشكره عليه وبنشكر رئيس مجلس الوزراء الاستجابة السريعة طبعا للطلب وحضرتك انا شايف ان ان شاء الله يعني قانون الضريبة المضافة ده خلاص ملفه وانتهى ويغلق قريبا هيغلق قريبا خلاص انا برضو كنت سوز محمد واحم لتكلم تحدث ان فيه دور وطني لنقابة المحامين وفي دعمها للقاعدة السياسية في مصر ووقفة الاجانة المصر على منذ نشأتها كنت عايز اخد تحقيق حضرتك يعني وخاصة ان المحامون هم ابطال جميع المشاهد الوطنية في مصر منذ مصطفى كامل وتصدره دائما للمشاهد الوطنية طبعا انت حدارك شايف هل هذا الدور ما زاله مستمر لنقابة المحامين ولا هناك بعض الدخلاء ما يعقون انا شايف ان نقابة المحامين دورها دايما مستمر وليها ادوار متعددة على مر الفترات اللي حضرتك ذكرتها من منذ مصطفى كامل لغاية الان ان نقابة المحامين معليك دي هي الحصن للمواطن الحصن للمواطن في ان هي هو همزة الوصل ما بين المواطن وما بين الجهات المسؤولة فما عليك ان المواطن ما بيقدرش يعبر عن نفسه قانونيا فبيجيب المحامي عشان يعبر عنه ويتكلم بلسانه فهو بلسان حيال المواطن فساعدتك نقابة المحامين لها دور كمان بالنسبة للدولة ان هي بتساعد الدولة في ساعدتك في استجابات كتيرة اوه وسريعة للمواطن يعني انا اللي بقدم له طلب انا اللي بتوجه بشأنه في امور سواء بقدم له طلب للمحكمة بقدم له برفع له دعوة هو عاوز تعويض عن حاجة حصلت له فانا الهمزة الوصل بينه بين الدولة ده بالنسبة لانا كمحامي من نقابة المحامين تمام هرجع لحضرك يا سيد محمد واتكلم مع حضرتك عن انبارح برضو سيد رجعطي يتحدث عن ما كنا بنتكلم عن المكانة الرقمية وقال لك ان ده هيخلي المحامي يرفع شاكوت هو قاعد في مكتبك باشا يعقلها كده هتبقى باشا وانت في مكتبك وبترفع الدعوة بتحتها احنا تكلمنا في برنامجنا هنا وحضرتك تبديد عن هذا الموضوع شايف تطبيق هذا الامر ازاي وشايف هل المحامين ستستوعب حتة المكانة الرقمية والتعامل مع التكنولوجيا اكيد طبعا تستوعبها اولا ده حضرتك مقدمتك بتقول الدور الوطني لنقابة المحامين فخامة الرئيس عفتاح السيسي عمل حوافز الاستثمار تمام لجازب رؤوس الاموال الاجنبية للعمل في مصر طبعا فمفروض ان فيه تخوف من الرأس المال الاجنبي بسبب بطء برؤات التقاطر فكان يتعانى لنقابة المحامين ان تطلع بدورها الوطني وتتجه نحو رقمانة نقابة المحامين وتم التوجه بعدة ملفات لوزارة العدل واستجابت وزارة العدل للتلات طلبات دول انه بقى فيه توكيلات الالكترونية وفيه قيد للدعاوة الالكترونية والنيابة بقت الالكترونية دلوقتي وفيه رصد المواقع السوشيال ميديا الالكترونيا وفيه دلوقتي بيعمل اجراءات لضبط الحريات للمواطن المصري في حين انه حالة قبضة عليه ممكن يعمل اجراءه في اي مكان حتى لو في اي محافظة تانية فكل ده بيصب في الموضوع اللي هو الظهور الوطني قبضة المحامين النهاردة المستثمر الاجنبي لما ييجي متخوف من الاستثمار في مصر بسبب بطء اجراءات التقاضي لزروف اللي احنا مرينا في ادي 50 سنة فاته فالنهاردة لما يبقى فيه تدريب في نقابة المحامين لإعداد محامي عصري على موضوع الرقمنة ومنوع موضوع التقاضي الالكتروني والتحكيم الالكتروني المستثمر الاجنبي مثلا في دولة ما فيه حجم التجارة بينية بينها وبين الدولة دي بـ 200 مليار دولار فيه اخلال من احد الطرفين في بند من بنود العاد فلما نيجي نتكلم في اجراءات التقاضي العادية ممكن الاخلاف ده يقعد سنة و سنتين هيعز في المستثمر الاجنبي ويسحب استثمراته يخرج فان النهار ده بقدد دور الوطن لانقبط المحامين ان هي تعمل وتتخندق مع وزارة العادل في موضوع التقاضي الالكتروني لضبط اقاع الاستثمارات وجذبها عالميا يبقاها النهار ده بنشارك القيادة السياسية وطنيا في تحقيق مطلبها في جذب الاستثمار وعرفنا معوقاته اللي هو ايه بطء اجراءات التقاضي خاصة ان دولة خلال الماضية عدلت العديد من القوانين خاصة الاستثمار طبعا فيها طبعا هيئة الاستثمار اه يعني عدد قوانين من هذه اجاز بالاستثمار انا برضو كمرشح في انتخالات نقابة المحامين ضمن برنامجي اعداد محامي عصري وبإذن الله تدريبه على ان المستشار قانوني ويسجل في هيئة الاستثمار عجسان نواكب العصر احنا النهاردة مفيش عندنا رفاهية التقاضي البطيق ده لما شاهدين فاحنا لقى عاوزين يبقى عندنا حتى في تعاملاتنا داخل دولتنا الافراد يبقى فيه تقاضي الكتروني وفيه مشاركة تحكيم في عقودنا لنخف بقى عن وطقة الدولة يعني خلي الدولة ده تتكلم في الجريمة انما في الحقوق يبقى لنقابة المحامين ووزارة العادل بس الكتروني هنخفف بقى من التواجد في داخل صراحة المحاكم وبالشأن الفضيع اللي بنشوفه ده والتكدس والسداد اليدوي والكلام ده النهاردة رئيس الجمهورية يعني بيأمل خلال ثلاث سنوات تبقى حكومة بلا أوراق ويبقى فيه بقى الثقافة ان احنا نقدر بقى فيه اتصال بالقاضي عن طريق الفيديو كونترانس وانا عارض حجتي وزميلي يقحدها والقاضي يفصل ما بيننا في خلال ساعات انما نعود وننظر قاضيها سنتين ثلاثتين وطعا انه الكلام ده ما بقاش يواكب التطاول رئيس الجمهورية بيوفر لك بيئة تكنولوجية وعمقها وغير كوابل الدولة المصرية من كوابل المحساسية وتتسرق الى كالياف وبقى فيه سرعات رئيبة جدا ويقدى كل وزارة الملف ده ان هي ترق من وزارتها عن طريق هذا ايه اتاجها فانا بيخصونا احنا بنكلم عن قط المحامين ووزارة العد فالخطوة الاولى ان هي الرقمنة فانا النهاردة بنتكلم ان المحاكم الاقتصادية هتبقى فيه مرمى نيران الرقمنة على اساس ان هي بتهدف للمستثمر الاجنبي وسرعة الفصل وسرعة الانجاز وحقق اللي احنا عاوزين يبقى فيه الاستثمار الامن والمناخ الامن للمستثمر احنا الراجل ده جاي بيقدمينينا ياد العون فلازم احنا نساعده في انه ياخد حقه ويبقى مطمئن على امواله لان رأس المال جبان فانا النهاردة لما هوفر له المناخ ده يبقى بتبصر رسائل لدول اخرى بيبقى فيه جذب اكثر لأساس مرات دي فانا طبعا بطلب من وزارة العد والمجلس الاعلى للقضاء وانقابة المحامين ان يتشكل لجنة سريعة جدا سلسية ما بين السلس جهات لإعداد مشروع رقمنة القضاء المصري من المسلس ده والتجارب في دول الخليج موجودة والتجارب في اوروبا موجودة التضارف في الشرق الأوسط في الشرق الأسيا موجودة وناخد المناسب لينا وننجز انا كنت بتمنى يعني دي رسالتي كانت مع علي نقيب المحامين انه بقى فيه جلسات استماع لجمعية العمومية ويترك اللي جان في الرعية والنوعية لنقابة المحامين في الشؤون الماضي ويخلينا في الحاضر ينزل يشت مع شباب المحامين ويشوف طلباتهم ما هو دي عمل ميردد ان مكتبه مفتوح دائما ما هو مطواجد دائما من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السالسة مساء دي دائرة مخلقة دائرة مخلقة يعني انا النهاردة عندي محامين من أسوان هيقوله ازاي انما هو ممكن يقسم المحاكم لتمن المحاكم ويعمل زياراته ويسمع للجمعية العمومية انه هو لما يبقى موجود ويقعد يبقى فيه لقاء مفتوح هيسمع تانية حاجة يكلف النقابات الفراعية ان النهاردة احنا عندنا جمعيات عمومية للمحاكم اللي تبقى خلال ايام هبتدي موسم قضاء طبعا فهل النقابات الفراعية حاليا عملت جلسات استماع مع جمعيات العمومية وشافت مشاكل موسم قضاء منتهي ورأي زملائي في حل هذه المشاكل وحاجات بسيطة ويستعمل حقه انه بقى موجود في الجمعية العمومية للمحكمة ويطرح برنامج نقابة المحامين الفراعية دي على الجمعية العمومية للمحكمة عشان نزيب كل انواع الاحتقان والاختلاف فيبقى فيه موسم قضاء جديد ويبقى نخف بقى من وطقة الدولة وتدخلاتها في اصغر الامور وتفهت لا احنا المفروض ان ده عملنا انا مثلا من 11 2019 حتى 39 2020 موسم قضاء فيه كل المعوقات وجائحة كورونا والمواضيع اللي حدرق شايف فيه سلبيات انا شايف لها فيها طرح ولها رؤية فيها المحكمة اللي انا بشتغل في دائرتها وبقول لهم والله ان انا لقيت فيه كذا وكذا وكذا وشايف كذا وكذا وكذا بيتاخدوا مني الرؤية دي والطرح ويعرضوا على الجماعة العمال المحكمة ويبتدي في حيز التنفيذ احنا كلنا وطنيين وكلنا لنا هدف انه رفعت الدولة المصرية وعلو شأنها وانه يبقى ويوجه الرسائل بقوة وليس بخنوع وضعف فدي حاجة تفرحنا كمواطن مصري ان احنا كنا محاطلين بعض المكائد وبعض التديرات وربنا سبحانه تعالى النجانة منها وبقت الدولة بتنهد فالنهار دا ما تشوف خطاب في الامم المتحدة بهذه القوة وبتكلم ان المصر بقت الدولة قوية ومحورية وبتكلم السياسية النهاردة بتكلم ان هو قال كلمة من شهر ان حدودنا مع ليبيا خط احمر والموضوع انتهى الشرق الاوسط تتعامل الشركة الشراكة ما بين التلات دول مصر وليونان وقوبرس حاجة دميلة جدا دخلنا في اسيوبيا برضو كوجه نداء للعالم باجمعه ان الدولة اسيوبيا اه احنا دولة صديقة وفي بنا بتتتنصل من الانتزماتها وانا عندي نهر النيل خط احمر وفي صحفيح احيان احزا ضيفك على كلام حضرت ان الدولة في تحديدا في ملف سد النهضة قامت بدور كبير جدا وسلكت اسلوب جبلوماسي رائع في هذا الام وطبعا انا النهاردة حبقق لي حلم عمري انه عمل الشركة المصرية السودانية شركة مساهمة ودي حاجة جميلة جدا انه نبتدي بقى السودان تتعافى مما هي فيه ويبتدي الدولة المصرية تستفيد من تجربتها في التقدم اللي حصل في خلال خمس ست سنوات ونبتدي نوجه بقى مشاريعنا لاشقائنا في السودان وهم عندهم امكانيات وانحنا عندنا امكانيات ونحقق اللي بيتمنناه الشعبين الشعب المصري والسوداني ان احنا في مكانتنا مكان تاني خاص ان احنا عندنا السودان طبعا حرف حضرتك فالنهاردة ان القيادة السياسية المصرية تمدي يدها للحكومة السودانية وتعمل شراكة شركة مساهمة فدي حاجة طريق جميل طبعا وبواعدين انا كان عندي مشاكل حدودية جنوبية فالنهاردة لما نيجي هنحط بقى الشراكة ونبتدي نشتغل يبقى على الاقل في الامن القوم المصري احنا النهاردة هيبقى شركاء فمش بقى فيه مكائد ما بيننا لان كان الاول فيه النهاردة برضو القيادة السياسية في موضوع حقل الغاز في البحر المتوسط موضوع حسن طبعا انا هاخد من كلام حضرتك وهاروح للسؤس سامن لانه هو يعني من بداية الحلقة احنا عايز اتكلم معايا عن انتزاد خامة رئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في قضية معينة الرسول محمد يعني بما اننا تطرقنا في حدثنا الى خطاب القوي اللي تحدث فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الامم المتحدة امس والواجه فيه رسائل عديدة اللي على العديد من الدول والقضايا المهمة جدا التي تتعلق بالامن القوم المصري كنت عايز اعرف تعقب حضرك على هذا الخطاب بالتحديد وايضا انا انا كمواطن قبل ما كنت محامي انا مبسوط جدا ان زعيمي رئيس قوي بيتكلم مديني سيقا ان انا ما فيش اي دولة ولا اي حد يقدر يعني يعني ياخد مني حاجة انا مش هدهاله هو انا مش عايز ادهاله في ان هو اتكلم وقال نهر النيل خطة احمر رغم الصداقة ورغم التعارف والعلاقة اللي حميد اللي مبيننا ننعيق اي تنمية لأي دولة افريقية بالتحديد نتمنى التنمية لكل الدول ولكن نعيز على حسان احنا قلب وطن وطن واحد وكلنا بنكمل بعضنا وان المفروض ان محدش يجي على حق الاخر في الحصة بتاعته من المياه وبعدين هو الرئيس عبدالفتاح السيسي مش ده مشهود عنه في كذا حاجة يعني 28 محافظة هو شغال فيهم كلهم في وقت واحد ومشاريع كتيرة وانجازات كتيرة من كتر ما المشاريع كترت احنا مش عارفين نكتب قد ايه عمل حاجات يعني في كل حاجة في كل المتحف المصر الكبير مساحته 117 فدان بما يعادل نص مليون متر ساعتك وبيضم اكتر من 1100 قطع اثارية وهيبقى متحف عالمي وهيبقى متحف عالمي هيجي طبعا نشط السياح وينخل طبعا يبقى تنزل تشوف حتى الشكل عمل طبعا وبعدين مشروع كبير ومتكامل حاجة فخر المصر طبعا وتساعد على جذب السياح طبعا وبعدين مش ده بس ساعتك هو طور افتتح أصر البرون وطبعا عمل فيه ترميمات وتطوير من تاريخ بـ 30-6-2020 لغاية لما خلصت التذاكر بتاعته فساعتك هناك برضو تنشيط السياحة وفنادق ومراسل نيلية ومناطق كاملة سياحية حاجات كتيرة قوي عملها الريس وبعدين برضو بحب اوضح النقطة اللي هي بتاعت المساجد الخاصة بالمساجد لأن في بعض الناس فيهموها غلط طب هرجع لحبابتك فأنا فضل في التكملة عن إجازات الرئيس عبدالفق سيسي بس احنا معنا اتصال هاتفي هناخده محمد من القائرة تفضل أستاذ محمد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته من أول شاشة بكاتك وستاذا الديوف الكرام شكريين وبردو أوصل معلومة غيرها للسيد بيوف ان هم الناس اللي بيوفوا في ورد الحق بيخذوا يعني المجلوم بيوفوا جنب المجلوم الجند المخفي شكرا 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 على استاذ السيد السامة والسيد محمد بمعلومة تغيرها بس بمهورة لله أنا يعني مش عالك اعمل ايه في الموضوع ده اتفضل اتفضل تحت امر طول ما انا ماشي الطريق انا معايا لازم يبقى معايا شهادات بان انا معايا الماشر رضي انا مخلفه صلت على الرسول عليه الصلاة السلام انا عايز اشيل الاضايا دي الاضايا دي انا كنت ضامن لواحد والواحد دات وفة وانا وانا اللي شلت الليلة ال 12 اضايا انا انا مش عارف اعمل ايه السيادة المستشرر اللي انا او المحام اللي انا يعني بتبقى معاه يقول له انا شلتها وكل لما جمشي يقابلني واحد الله يستهل ويسهل لنا ويحجزني طول اليوم وفي الاخر يجي تيجي شهادات يمشيني تمام استأذن ساعاتك اجاوبه بقى وستاذ قساء خلاص طب اسمعنا بقى جابت وستاذ قساء امام حضرتك اردعنا حضرتك هو دلوقتي القانون نظم الموضوع ده في انه يستخرج من جدول الجنح بتاعة المحكمة شهادتين ياخد شهادة يسدد بيها في في الطبع المحافظة بتاعته في الحاسب الالي العام عشان يسددها عشان لما ييجي بعد كده حد يوقفه ولا يطلب منه بطاقته ويضرب بطاقته على الحاسب الالي فيستخرج الاتهامات اللي عليه هيلاقيها متسددها دي واحد اتنين انه هو بيجمع كل الاتهامات اللي عليه وكل القضايا اللي عليه ويستخرج لها الشهادات ويرفع دعوة رفع من على الحاسب الالي في مجلس الدولة وياخد الحكم بعد ما يستصدر ويروح يسلمه لوزارة الداخلية في الحاسب الالي هيسددوا له كل الكلام ده ويرفعوا الملف خالص فبالتالي هو بعد كده مش هيعاني من المشكلة دي خالص تماما عازلين نرجع للحديث عن إنجازات الرسالة فتاح السيسي الحضرات كتب تتكلم الرئيس لو قعدنا نتكلم من هنا لغاية لما نخلص 30-40 حلقة مش هنخلص إنجازاته لأن الرئيس فعلا كل خطوة بيعملها مدروسة ومعمول حسابها كويس جدا يعني في ناس اعترضت على إن المسجد اتشال أو مسجد اتزال طب ما هو بنى بدل المسجد ده في المحافظة 40 مسجد بس هو كان مانع الناس من المرور المسجد ده كان مانع الناس من المرور أو بيعيك الطريق أو ديق الطريق أو عمل مشكلة في الطريق فزال المسجد ده وبنى بداله أكتر من المسجد متوضب في تنظيم في حد من الأوقاف متعين يعني متراعي وتمام التمام المسجد يبقاني الأفضل وبعدين المساجد لما تعددت وصلنا لألف وامتين مسجد بما يعادل اتنين واربعين مسجد في كل محافظة يبقى فين المسجد اللي هو زاله أو فين المسجد اللي عمل مشكلة وتشال علاوة على قانون التصالح برضو اتعامل عليه دجة واتعامل عليه موضوع مع إنه هو في الأساس فيه مصلحة للمواطن ليه؟ لأن المصلحة بتاعت المواطن دي في إن أنا أمشي في شارع ما فيهوش عربية أسعاف تعرف تتعدي فأنا لما أوسع وأعمل وشيل العشوائيات بيوت غير أدمية بيوت غير أدمية أنا نقلتك في مكان أدمي زي الأصمرات وزي مدن كتيرة أو أعمالها الريس وبعدين بيسلمها للشاب بيسلمها للشاب بيسلمها للشاب أو المواطن بأقصات مريحة على فترات طويلة وبفايدة غير مركبة وساعتك بيبقى موضوع أدمي وجميل وتبقى عايش في مكان فيه نادي ومكان فيه جناين وفيه خضرة وحياتك أدمية أنا الأفضل إن أنا أهد بيت معهو أصلا مع دوم وحياته غير أدمية وانشئك في مكان أدمي جميل أنا الأفضل قضى على العشوائيات نهائيا في مصر في 28 محافظة وبعدين فيه هنا مقابل أنت دفعت في قانون التصالح مبلغ وقدره وليكن على المتر 100 جنيه أو 150 جنيه أنت البت تسجل كأنه تسجل يعني معنى كده إيه أن أنت تاخد خدماتك ومرافقك كاملة وهتعيش في مكان مظبوط وكويس ما تخافش عليه على أولادك ولا على نفسك ولا على أصردك والدولة والكذا السياسية استكابت لمطالب الشعب فيه تخفيض أيوة طبعا أنه سدد 25% ويسدد بقية المبلغ على ثلاث أقصاد على ثلاث سنوات طبعا وخفض وخفض طيمة المتر أنا عايز بس أروح لسوز محمد فضل 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 دائما في بداية أي مشروع يكون هناك أنصار معارضين كيف سيتم تدريب المحامين في حالة وجود أنصار معارضين لأي تنمية وأي مشروع إحنا طبعا عندنا نقابة المحامين بتمر بأزمة لأن كان في نظام سابق بحكمها فترة طويلة من الزمن فليه ناس مستفيدة منه أه والجماعة العمومية استفاقت وغيرت وطبعا في دلوقتي في فترة من شهر تلاتة لشهر تسعة ستة شهور في معوقات في استلام ملف النقابة وأرصدتها وأموالها ومقدراتها فإحنا عندنا المجلس المنتخب على رأسه معاني النقيب الجاي بيمثل طيار إصلاحي ومعندوش رغبة في أنه يبقى فيه فترة تانية لأن سنه لا يسمح وهو أعلن هذا في برنامو إن أنه الطيار الإصلاحي جميل ولكن المشكلة أنه عند القانون المحامين منذ نشئته من ثلاثة وثلاثة حتى وقتنا هذا ما بقاش الفلسفته غير مناسبة للعصر اللي إحنا فيه دلوقتي فأنا بطلب من معاني النقيب رجاء أعطيها التفرغ بإعداد لجنة لإعداد قانون جديد للمحاماة يحقق أمال وطموح السبب المحامين يعني هل تقصد أن القانون المحاماة هو السبب في أزمات المحامين بالتأكيد؟ ثاني حاجة أنه ما فيهش آلية لمحاسبة الفساد إحنا عندنا فساد تبلغ أرقام كبيرة جدا فما فيهش فيه آلية لمحاسبة الفساد وفقا للقانون الحالي فالنهاردة أنا بقول له عاوزت أكتب إسمك من نور يا معاني النقيب ويبقى النهاردة أنا برجوك أنك تبحث عن الخلود للوجود قانون جديد للمحاماة يحقق أمال وطموح المحامين ويحاسب المسؤولين هو نقيب المحامين بيعاني من هذه الأزمة يعني تحد أتكلم وقال يا جماعة المحاولات اللي بتتم من أجل عرقلتي لو أنتو مش عايزيني أنتو انتخبطوني لو مش عايزيني همشي يعني دي إحنا النهاردة في صراع ما بين فريقين صراع ما بين الفريقين وقالية القانون الحالية فهيؤدي هذا للمشهد العبسين والصراع ده غير مفيد دائما للمحامين ولا للنقابة فأنا النهاردة أنا بطلبه وبناجده من هذا المنبر أنه ينزل يعمل جلسات استماع للجماعة المهمية اللي هتوقف في ظهره وهتحميه من عبس العبسين ويستمع لهم إحنا النهاردة الدولة رحف مجال معين اسمه رقمنت الدولة ولازم يبقى فيه جاهزية لشباب المحامين فرقمنة لازم يبقى أنت حضرتك أمينة على شباب المحامين لازم تعدهم لمواجهة ومواكبة التطور ده إنما أنت حضرتك النهاردة هتبدأ تتكلم في الفساد والتشكيل الهيئة وهيئة المكتب واللي سرقوا واللي نهبوا وتركت الناس فأنت النهاردة تتكلم في مصدر الرزق إحنا النهاردة لازم فيه إعداد لشباب المحامين وأصحاب المكاتب ليه مرس دوره بقى الماضي قطو صفحته وشكله لجنة ديره ولكن لازم تسمع لنا احنا لازم تنزل تقاطب الدماء العمومية يعني غير دلوقتي من 19 تقاطب مالتقاش بالمحامين مالتقاش بالمحامين دلوقتي وبتكلم في بس إحنا النهاردة مش كل المحامين عندها سوشيال ميديا إنت لازم تنزل تروح لهم المحاكم بس يا سوز محمد إحنا بنتكلم في رقمانة ومايكنا وده بيعتمد عالتكنولوجيا فطبعا ده البديل ده البديل لانا أرجاء للناس لا بس أنا شايف لما بعض مع حضرتك كده وتسمعني أفضل من أن أنت بتوجهلي بس أنت مستمعني أنت بتقولي اللي أنت عاوزه لكن ما سمعتنيش لازم يسمعني أنت موجود عشان تسمعني موجود تشوف مشاكلي إيه وتحلها لي أنا عندي النهاردة مشاكل مهنية رهيبة بتلاهي زي إيه يعني أنا من ساعة ما بخرج من بيتي الغد ما برجع عندي معاوقات في أداء عملي مع كل الجهات اللي بتعامل معها في الشرطة في النيابة في القضاء في العمال في الانتقالات في كل الحاجات ده ده حياتي اليومية النهاردة عندنا موصيبة أكبر الموضوع لعلاج فيه اختلاسات بأرقام رهيبة فليه معالي النقيب معاك النهاردة المبالغ وأنت قفلت كل الترفيه ما تعمل لنا التمن مستشفات اللي بنحلم بيهم يعني ده رسلت لي تاني حاجة النهاردة عندنا أسر الأرامل والأيتان أو ده ملف شائج جدا ومهم جدا وانت وعدت الناس بيه ان انت هتصرفه بالكرنيه وأول ما عدتها الكرسي عدلت عن قرارك وقلت آه نصرفه بالكرنيه ولكن بدخول لجانا هي هي نفس القصة فانا النهاردة أنا بناشتك معالي النقيب رجعتها انت جاي بتنسل تهار إصلاحي وراجل وطني ومحب للدولة المصرية ومحب للمحاماة وفقيف المحاماة وفقيف القانون وراجل يعني ليك باع كبير وليك تاريخ طويل جدا فاختم حياتك المهنية وابحث عن الخلود في انك تنزل من البرج بتاعك ده وتنزل لشباب المحامين تستمع لهم وتحقق لهم أمنياتهم وحاجات بسيطة جدا وأنا أشكرك على انك جففت منابع المفساد أشكرك على انك قفلت كل ملفات الترفيه والطرف الزائد اللي كنا بنشوفه فالنهاردة كمل بقى جميلك واعمل لنا ثلاث حاجات قانون جديد يحقق لنا أملنا وطمحنا وانزل استمع لشباب المحامين واعدهم عن طريق الدورات زي ما النادي الأضاء بيعمل يعني النهاردة وكيل النيابة والقاضي النادي بيستلموا وبيعدوا وبيجهزوا لانه يتبوأ مكانته فالنهاردة أنا مرضك عندي جيل كبير من الشباب وخلي بالك ان احنا ننزل كبير جدا من الشباب الشباب ده لازم يحضرك تحتويهم ما ده يا سوز محمد لما تم الحديث عن إنشاء أكاديمية قبل التحق المحامين من أجنة هم يكونوا جاهزين للسوق العمل تم الاعتراض على هذا الأمر هو بس أقول له حضرتك وقال لك لا مرفوض إزاي أنا مفروض هو ناشد المشارع أنا مع وجهة النظر دي هقول له حضرتك عيني التطبيق على الأرض هيخلق مجتمع الوسائي موضوع الأكاديمية ومعهد المحامات احنا شيخنا شيخنا اتربت عن طريق الممارسة الفعلية اللي هو التدريب مهما اندخلتنا معاهد وأكاديميات وكليات والليسانسات التدريب الواقع العامل هو الشيء فانت النهاردة بتحط معواقات لواحد خارج من الأسرة المصرية أهله بصرفه على الغتا مخد لسانس مفروض إنه يدخل معه دي محوان سنتين وتدفع على الفلوس خش أكاديمية سنتين يدفع على إباقات الدراسة أربعة لثمانية طب أنا النهاردة إيه النتيجة؟ ما في شفش واقع على الأرض وما عندناش كان قابة إمكانية أننا أعمل حتى محكمة شكلية عشان أتدرب إنه بقى الأفضل بقى يخلينا زي ما كنا اللي خرجوا الأجابة إنت عاوز تصلح حالي المحامات والمحامين حضرتك ينزلوهم يسمع لهم ارجع باللجانة النقابية اللي كانت على مستوى المحكمة الجزئية وكان كل الناس فهموا وكنا بيقوموا بالدور التكافلي والدور المهني والدور الإعداد لشباب المحامين اللجنة النقابية النهاردة المجلس السابق عن عمد جرف المجتمع بتاعنا عن عمد باللجانة النقابية الهدف بقيه إنه وصدر لنا في المشهد كله كل القائمين على العمل النقابية في مصر ليس لهم علاقة بالمحامات للأسف يعني النهاردة ما فيش عدو مجلس عارف إنت إيه ألامك لأنه هو ما بينزلش يبقى النهاردة عدو المجلس لو جيت قلت له تعالى أعمل لك مقار داخل المحكمة عشان تغيث أي محام يتعرض لأي مأزك يرفض إنما يروح مصيف ويبقى يقوم بدور يسكن المحامين في المصيف ودي شغلة موظف وعام يروح يقعد بالشهرين والتلاتة يبقى بيسكن المحامين وده يليك بالمحامين يعني هردح لو قلنا فيه أي شيء تعني اتفضل لو فيه مدخل لا من الأسف إحنا وقتنا فاضل خلاص يعتبر أنا أخد بس آخر كلمة من حضرتك الرسالة من حضرتك أنا كنت نفسي أتكلم عن المشاكل التي توجه شباب المحامين وخصوصا حضرتك من الشباب بس أنا عايز يعني في أقل من دقيقة حضرتك توجه رسالة شباب المحامين ملخص هو باختصار شديد الدورات التدريبية اللي قال عليها المستشار محمد سربان دي ضرورية جدا عشان برضو يواكب العصر اللي هو فيه في حكاية المشاكل اللي هي اللي بتقابله القضاءة والحاجات دي تاني حاجة في حاجات صغيرة بس برضو هي كبيرة بالنسبة للمحامي المتدرب أو الصغير لما بيجي مثلا يسافر في محافظة ما عشان يروح يتابع قضية أو يحضر في قضية وخاصة لو المحافظة دي بعيدة يعني مش هيبقى سريع ان هو يرجع ويروح في نفس اليوم بنطلب برضو من النكابة بتاعت المحامين انها تعمل استراحات صغيرة مجورة للمحاكم الكلية والجزئية لما بيت للمحامي بدلا ما المحامي بتعرض ان هو هيبات هناك فين مع مين يعني مين اللي هيبيته عنده وهو اصلا يتعرض للإحراج ويتعرض للمصاريف العالمي في حين انه ممكن يبقى المكان ما فيوش فوندو او لوكاندو يبقى هو دلوقتي احنا ما بيت زي استراحة صغيرة يستقبل فيها المحامي استراحة اه ساعتك حاجات كتيرة قوي بالنسبة للملف المحامين دوت الشباب عايزة حاجات كتيرة جدا غير الموسعات وغير الكتب غير الكروض المفروض ان فيه قرد يتقدم للمحامي المبتدئ علشان يقاهل بمكتبه من نكابة المحامين ساعتك السكن بالنسبة للمحامي دلوقتي هو كأنه برضو احنا مش عايزين يعني الدولة تبقى هي شايلة اعباء المحامين كمان احنا عايزين نكابتنا هي اللي تصرف علينا او تساعدنا وتعيننا في حتة ان مثلا شاب زغير من المحامين عاوش شاق يتجوز فيه المفروض ان النكابة تقوم بالعمل ده وتقوم بعمل ابراج مثلا او وليكن مساكن للشباب والشاب كده كده هيسدد برضو على اقصاد مفيش الكلام ده بالنسبة للمستشفيات برضو اللي طالب بيها محمد بسليمان عايزين برضو نطالب بالمستشفيات دي وتشتغل يعني المستشفيات دي تشتغل ليه المحامين وتشتغل لغير المحامين تستثمر لصالح برضو بعد كده تقوم بالصرف على المحامين تمام يعني احنا المفروض وقتنا خلص الاسف والحديث هو موضوع جميل هو الحديث دايما مع حضرتك شيء وممتع يعني الحديث عن نقابة المحامين وما يدور داخلها والرسائل الشباب بيحتاج الى حلقات اخرى وانا بشكر ضيوف الاشترافون النهاردة في الحلقة سات المستشار محمد سليمان جاد المرشح لمنصب نقيب محمي شكرا محمد بنشكر ادارة القناة وفري الاعداد يا فاندم الله يخليك يا فاندم وبشكر الاستاذ اسامة ماهر المحامي بالاستناف العالي بشكر ساعتك وفري الاعداد والبرنامج وانا بشكر جنود المجهولة اللي خلف الكامرة اللي سعدوا عن ان احنا الحلقة تخرج بهذا المستوى وشكرا حضراتكم وتمنى تكون النهاردة الحلقة نانت اعجابت حضراتكم انتظرونا ان شاء الله الاربع القادم في نفس المعادة